وزير الصناعة والمناجم وقع قراراً وزارياً يعفي فيه وكلاء السيارات من بعض الشروط المتعلقة باستيراد المركبات الجديدة ويلغي القرار النقاط الخاصة بالمراقبة الإلكترونية والكيسين الهوائيين الجانبيين القرار وإن كان إيجابياً إلا أن وكلاء السيارات يؤكدون محدوديته لا يوجد عملنا الضوات ، ولا يقضل لنا هذا هو هو المطالب الآن ، ليس أحياناً للمتدار الوقت ومن ثم الأنسبة إلى 8 سنة 2016 ، صفى الوقت 1558-8 سنة 2016 سيكون هناك مرة من المتعلقة باستيراد المعارضة على المتعلقة بالمقرار الأنسبة للشروط المتعلقة كم يستطيع القرار الأنسبة الى الأنسبة للحصول المتعلقة وكلاء السيارات خاصة منهم متعدد العلامات يطالبون بضرورة تمديد مهلة التكيف مع دفتر الشروط مؤكدين أن الكثير من العمال سيحالون على البطالة إن لم يتم إعادة النظر في الكثير من نقاطه التعديلات التي جاء بها القرار الأخير ورغم أنها جاءت في صالحهم غير أن وكلاء السيارات في انتظار قرارات أخرى تنأى بهم عن خطر وقف نشاطهم